موسيقى السلام عليكم مع السلامة موسيقى هذا بالغلط أنا اسمي حمكو وأنا كردي بريطاني لا تقشموا عليها يقول لي هذا كردي ما يعرف يحكي عربي أنا هنا فخور جداً أنا أكون في عاصمة العراق بغداد الحبيبة بغداد الحضارة والثقافة أنا أريد أقول لكم على فشي ما أعرف شنو هذا أريد أقول لكم على قصة إنسان حقيقية من القبور والمساجد إلى الشهرة شهرة ها ها مثل هذا أنا بدأت حياتي أبوي كان مسيحي أسلم أمي كردية فأنا أمي توفى واني ثلاث سنوات وأختي سبعة شهر أبوي كان يشتغل بالباس جاء بمصلحة تيكت كان ما عنده أمنا راحة ما عنده أي حد كان يأخذنا للمصلحة أنه أي واحدة تركب تقول لها بلك تخلي بالك على جهالي على ما تنزلين هذا الدوام لم يكن هناك شيئا أن يخلصها إلى أن المدير طرد الشغل الراحة وحتى ساحل البيت طردونا وصرنا هومليس شردنا أختي كانت تأخذ حليب فأبوي لا أعرف كيف ينطي حليب لا يوجد فأرى أي مرة عنده جهال يقول بلك تطيق قليلا 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 لأنه بعدها أمنا راحة قليلا قليلا يعني احترقت فأنا لم يأخذ حليب لأنه ليس أمنا فلقى حل أنه يجيب اللبن وهي جوا الصمون ويجعله ويدعي يبرارب العالمين وأخذ وصرنا الحمد لله وبعدين رحنا للقبور أذكر أبوي كان يحفر ويقول لي يروح يجيب الكاغزات ومقوة وشغلات حتى نسوي وهي فأذكر كان يقول خلي بالك يا أختك لا تتحرق لأنه كفيل هنا وما كفيل بالعراق لكن كان يخوفني يعني أبوة لا أتحرق أي مكان فيأخذ العلاقة يروح للمطاعم ويجيب الأكل مع النفايات يعني الراس هنا ضفة والجو يطلعها ويوكلني ويكل نفسها إلى أن انتقلنا إلى المسجد من المسجد أبوي رباني على القرآن وأنا عمري ست سنوات أنا ختمت نص القرآن بعدني ما رايح المدرسة المشكلة المشكلة من أرجع ويصدقاني للبيت أن الصديقي يستقبل أمة يستقبل بيتها فلا لا يستقبل أي واحد يستقبل المسجد يستقبل أب لا حول ولا قوة أنا أتمنى بحياتي أن أقول أم حتى أصدقاني كلهم أمهاتهم أصيحهم أم ماما لأنهم حرمت من ماما وشوية شوية كبرت تركت المدرسة السادسة لم أستطع قلت دعني أشتغل أساعد أبوي أشتغلت عندما صارت العسكرية أدوني للعسكرية خانبني الساعد عندما عايش بالحبيبية قبل قطعة 55 ماذا؟ ماذا؟ لماذا؟ 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 بالحبيبية بالشقق الصفر أتذكر حبيب جعفر لدينا رجال مارادونا كان هناك يلعب ماذا؟ 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 صارت العسكرية استعدوا استريعوا الصباح ويقوموا وأركضوا هذه الشغلات عندما صارت الانتفاضة الانتفاضة صارت شروقي شرد للكردستان لكن أنا شردد محترم ليس لذلك ذلك لذلك 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 كما كانوا سياسيين يقومون القاتل ويخسرون ليس لذلك وذهبوا للكردستان من الكردستان الثاني يوم لذلك لذلك ماذا؟ هل أنت ماذا تريد؟ قالوا أنت أمن من بغداد أنت أمن العامة والله أنا شروقي ما ردد؟ عوضتني أنا ردد من شروقي لا وأخذوني أخذوني للفلاقة أضرب يا أم ماما ألف واربعمائة فلاقة ضربوا على راح وهذه وأنا هيتشي رجعت ثمانثة يام للبيض قال لي وأنت قال بابا هذا أنا؟ قال يا أمو يا ملتا قال هذا أنا هيتشي صايف هيتشي قال لي ضربوني وراها اشتغلت الشلاح هذا أخو الفلاح قال لي لا يا شاعة هيتشي فاشتغل الشلاح يطلعوا هيتشي يطلعوا هيتشي يطلعوا هذا يطلعوا هذا يطلعوا هذا يطلعوا هذا تسريعا كل جدا فاليوم صديقي يجي قال لماذا لا تذهب نذهب إلى القازينوم مجكو مجكو هذا أعتقد أخيحي يعرف أن كافتريا مشهورة كل الفنانين يجتمعون هنا قلت له كان عندي بريك ساعتين ليس بريك دانس بريك ما اسمه؟ بريك بريك ليس نحن لا نعرف نفعل بريك نحن فقط ندوس الله وما يلاحق من الحق ويموت أنتك قلالة رحمة الله كان أنت يذهب يا لابعاق، فأذهب مع صديقي، أخذت خبز، قلت لنذهب، هو صديقي كان ناقد سينمائي، وقلت معي، كان هناك ولد اسمه مهدي الزبيدي من بغداد، وهو مشرد، أعتقد أنه كان شروقي نفس الشيء، أعتقد أنه كان ويعا، أنا حسيت به من قطاع الستة وستين، خمسة وستين، فأعتقد أنه لا أعرف أي شيء، هذا أشرب، ليس بيرا، أشرب شاي، والخبص، وهي اللبن، فقال أنني أريد أن أدور على ممثل، يعني لا يوجد ستانداف كوميدي، لأنه جديد انتفاضة، عندما لا أعرف التلفزيون، ما نرى التلفزيون، أوه، هذا التلفزيون، الله، هذا التلفزيون، من أحد يحرّك شيء، يعني أنه من هذا التلفزيون، بس لأننا التكنولوجيا، السلطة، ما خلتنا أن نستوعب، لأنه إذا نستوعب، سيكون هذه القسرة للسياسة، قال أنني أريد على ممثل كوميدي، وأني أشعر، قلت له أن يحرر جانب، لا، والله، قلت له أنت فيك، أريد انت فيك يكفى شيء، فقلت له أن أريد ان فيك يكفى شيء، قال له والله أنت بيك فت شيء قلت له والله ما بيه بشي لو بيه شيء هأخذ فراصل مول أنت بيك ما بيك بيك قال أنت كوميدي أنا؟ الله أنا كوميدي قال والله أنت كوميدي باشر حذر نفسك عندك تصوير قلت له بيو عندك تصوير قلت له بيو وعندك تصوير هل يخبرني أنه يخبرني أنه يجب أن أصدق يقول نعم حسنا ساعة 10 رجعت للمغفز قلت له قلت له عفو أستاذي أنا باي باي أين بابا؟ أنت بعد عندك أربع ساعة قلت له أنا ممثل أحترم روحك يعني ممثل محترم وكوميدي قلت له بعدني لا أفعل شيء ماذا يقول أنني سأنجح هو قال عشرة أنا بالسبعة هناك وقلت له وقلت له وقلت له وقلت له وقلت له المصور وقلت له مهدي الزبيدي وصورت وصارت فجأة قال أنت ماذا؟ قلت له أنا منه؟ أنا بشر أنا اسمي حمكو لماذا؟ قال لا يعني أنت عندك طاقة أنا هات وقلت له الحمدلله لأنني لا أعرف أني لدي هذه الطاقة فأنا اشتهرت أول لقتة أخذوا بالتليفزيون أذكر أتعرض لساعة السابعة أصبح سأقوم بالتليفة المشكلة انه اشتهرت واني ارجع للبيت الخشبة المخدة مالتي ومقومة الثلاجة ذكر انه كان المنبر مالتي والقافوت العتيق ابوية كان نزع الفالينة وخلي الجو الراسي حتى ما اتأذى وشند ضحك الناس منها هو كان هاي الحياة الحقيقية هذا اني اقرأ كان هناك شعرهيتي وينه هو قال لي بس يومين اخذ وانطي ما رجع ليه خلاني اقرأ هاي اخي الحياة اضحك فلوسك واصل اهه 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 فصارت الراحت وراحت وراحت وصارت الاقتدال الداخلي لالاخ يقتل أخوه قال ماشت Box وما بدي؟ قلت لها كردي وهي كردي. لماذا مثل هنا؟ أقول لها شيء. وقف. قال لكم عراقيين. عراق واحد. ما معكم؟ فأنا فكرت أن لا أعرف سادسة أبتدائي الذي أفكر على غلوباليزم يعني أنني أعيش بالغرب. ما هذا؟ فأعيش. فأنا كنت أرى شغلات التي يلقبون الملكة وبلا بلا وفري سبيتش وبلا بلا. قلت حمكو أنت ممثل طبيعي. مثل كل الممثلين. لماذا لا تستغل هذه الفرصة؟ والله قال لو تذهب بها لو تخرج بها. وأنا رأساً قمت تمثيليات سخرية سياسية. يعني العبد بالنار. يقول لا تلعب بالنار. وأنا أعلم ما أعلم ولكن هذا يقول أن النار أيضاً وسلاماً على إبراهيم وأنا كنت أمنة أن رب العالمين سيكون يخليني بأمان إن شاء الله. شكراً 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 حمكو حمكو يتسبب في قطاع طيار الكهرباء في محافظة أربيل بكامله. شكراً مثلاً هذا ما أريد لا تشاهده واحد، وبعد ذلك رحت وخصصوا مبالغ طائلة وراديو كتلوني وبعد ذلك قلت حمكوا لا هذا ليس جيداً، فأنت أحلم في الحياة أنه ساعد بيكبين ماذا هذا؟ سكتلت؟ لا، فأنت أحلم ساعد بيكبين ساعد بيكبين، وأحلم أن أقول إنجليزي، وكانت أشعر أن أريد ثقاف نفسي أكون ساعد بيكبين، مديري، يتحدث إنجليزي على أصلاح أن أقول إنجليزي، ماذا هذا؟ رحت لبريطانيا، علموني، قالت ماذا تفعلين مرة؟ قلت له هكذا، طاب، 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 قلت لك بابا دعيف، أنت مصري تضرب مرة؟ قلت له لماذا لا يحدث؟ مرة يمنا هكذا، فوتبول، قال لا يا معود، خمس فانتيات نسوي، طاق وطيق وطاق وطيق، قال لا المرة أمك، أختك، بنتك، آدم، أم البشر، لازم تحترم آه، يعني أحترم، قال ماذا؟ قال بنتك ماذا تفعل؟ قلت له، والله إذا لم تسمع كلامي هكذا، أبدأ سمعك لا، 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 هيا، أنت قلت له، قلت له قلت له، ماذا؟ يعني بقرة أنت قلت له، أنا قلت له خرف عزينا، أنا صغير، لا أكبر، فقال لا يصبح بابا، فعلموني، فتقفوني، وعدلوني، يعني كان هناك، عوجة، يعني، عدلوا الشخصية مالتي، وقلوا فورمات، وأبدأ، وفتح القباغ، وفتح القباغ، ونظفوا التخلف والجهالة، وضرب مرة لا تضربوا هذه الشغلات، وضعوا بي سيستم، وقال لها، أنت بشر، وانتوني جنسية بريطانيا، وصرت بريطانيا، صرت بطريقة بطيرانية، لا يعرف أي شيء، لأعلى جهة هنا، صرت بريطانيا، ورجعت، ورجعت، استقبلني مسعود برزاني، الرئيس قلنكولستان العراق. ورأت إنسان يختلف على إنسان الذي رأت قبل، لأنني مراحل رحت، قال فقال حمكو هذه المرة السياسية. قلت فيه احتمال انقلابات. قال ها! لم أعيش شاقة هناك واحد ينقلب هنا. قليلا قليلا صارت عركة. فأنا رأيت أن المسرح في أربيل ميت. يعني يتنفس. لا يتنفس. هناك دائرة السينما و هناك دائرة المسرح و هناك وزارة الثقافة. لكن لا يوجد جمهور و لا يوجد شغل. فقط في الصباح يقول أنه قد مر منها أشك و لا يوجد. أشربت بطل عرك و يقول مع السلام و يرؤون نفس الشيء. فقال الله حمكك. فأنا في بريطانيا هناك ستاند أب كوميدي. ليس مثل هنا. يعني. يعني تحترم روحك و يتقاط الربات و بوبيون. لا تضحك لك. لبست البوبيون و مودي ريت و نحط المسرح. الداعش كان جوه أربيل في هذه الفترة الأخيرة. الناس كانوا بعض الناس يعجرون بيكاب و يهربون. و أنا مليت الناس بالمسرح و بعشرة آلاف دينار. و كنا نضحك كلنا و حتى لا نبالي ولا الداعش ولا أي واحد. لا تضحك لك. عيب. ما انتفقنا و قلت لك لا تضحك. عيب. لا تضحك. اصحك كل Muhammed. والحمد لله. ألا حياتيAtعلمت واحده ما إن شيء مستحيل و لا يوجد حلم. لأن كل شيء واقع الذي تريده أنت تفعلها أنت الذي تريده الحياة هي كيف تفعلها الحياة كيف تفعلها أنت؟ من القبول والمساجد إلى بغداد تيديكس شكراً لإستماعكم على نور السلام شكراً للمشاهدة